من جانبها رفضت مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طريقة التعامل التي وصفتها بغير المبررة مع اللاجئين على الحدود البلاروسية البولندية وأكد المفاوضة الأممية السامية لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي أن اللاجئين يتعرضون للضرب والتجريد من ملابسهم وإلقائهم في البحر وتركهم يغرقون فيما دعا إلى حل عاجل ومسؤول من دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة الوضع الراهن من غير المقبول أن تشجع الدول على التحرك الخطير للأشخاص المستطعفين ندعو في الأمم المتحدة إلى حل عاجل للوضع على الحدود بين بلاروسيا وبولندا وتأمين فوري لكل ما هو ضروري من أجل تقديم المساعدة الإنسانية التحديات التي تواجهها أوروبا لا تبرر طريقة التعامل مع اللاجئين والخطاب غير المسؤول الذي ينم عن كرهية الأجانب ونصب الأسلاك الشائكة بل وضرب اللاجئين وتجريدهم من ملابسهم وإلقائهم في الأنهر أو تركهم يغرقون في البحر